اهلا بكم مشاهدين مرة تانية في سورة التغابن الآية رقم 16 أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فضلت الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق من ورنة دكتور أهلا بكم فاتقوا الله ما استطعتم يعني هي التقوى بالاستطاعة ولا يعني بأوامر ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام عسول الله وبعد أولا تقوى الله هي منزلة عظيمة جدا يبلغها المسلم إذا التزم كتاب الله سبحانه وتعالى خوفا من جلاله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه يوم القيامة وده اللي اختصر سيدنا الإمام علي بن أب طالب في ثلاث جمل الخوف من الجليل العمل بالتنزيل الاستعداد ليوم الرحيل فالعمل بالتنزيل ناتج عن خشية الله لأنه سيلقاه يوم القيامة من فهم هذه الأمور الثلاثة بالتأكيد سوف يترك المعاصي بقدر إمكانه وده في كلمة ما استطعتم وهنجلها دلوقتي وهي اكتبت في الطاعات خاصة لما يعرف في فاندم أن الجنة ليست معدة إلا للمتقين يعني بعض الناس ممكن يقولك والله يعني الجنة لأي حد آه هي لأي حد قطع بس يكون فيه اشترطات ما ربنا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمت وأعدت للمتقين لما يقول في صورة مريم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا يخضك بها آية بعدها بخم ستة آية كالا في نفس الصورة وإن منكم إلا واردها إي جهنم والعياذ بالله كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية هنا يفهم المسلم القارئ المتدبل للقرآن أنه ليس أمامه من خيار ما عنده خيار أن يكون تقيا أو لا يكون لأنه إما أن يكون تقيا فالجنة له معدة وهي ميراثه وهي سبب نجاته من جهنم وإما أن لا يكون تقيا فالعياذ بالله ونظر الظالمين فيها جثية طيب هنا يأتي الحديث الكرآني بأيتين يظن بينهم التهارض هنا في التغاب فاتقوا الله ما استطعته وعندنا في آل عمران تكون الله حق تقاتي والعالة دا حضرتك لافت انتباهك هو أنه مفيد تقرب بنا تماما ولا تقع على قد ما أقدر الطبيعي أن تقرب بنا تماما صحيح بس إحنا بشر أيوة مهما هنحاول نتقي صحيح في قدرات حسنتي وعشان كده في منازل في الجنة هي كده بالضبط إفهند هي كده ليس بس كده حضرتك لما تقرأي بقى صفة المتقين في سورة آل عمران اللي فيها تقول الله حق تقاتي هتلاقي بيقولك الآتي أعدت للمتقين الذين نفقونا في السراء شيء جميل والضراء حتى وانا زعلان وانا عندي مصير برضو بأنفك مش بس بأنفك أنا مبسوط في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كملي بقى كده والذين إذا فعلوا فحيشة نحن كم عن المتقين نحن كمش عن معصوم نتكلم عن متقي مقامه عالي لكنه ليس معصوما فبشر بشر وبيخطئ فيمكن أن يقع في الخطيئة ما يجيش الشيطان يخلينا نجلة ذاتنا ونقول ساعتها الله دانا مؤثر دانا دانا فأنا معملش خلص خلاص بقى زي اللي قتل المية أيوة زي اللي قتل بالضبط كده خلصانة بقى لا هي مش خلصانة ولا حاجة بيجتهد ربنا عينك وربنا عارف نحن بشر بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فحيشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا ذنوبهم ومن يفرض من الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالمطقي حق التقوى لا يصر على معصيه لكن قد يقع فيها ببشرياته اللي ربنا يقول فيها إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فرق كبير بين الجهالة والجهل الجهلة أنا مش عارف مش عارف إن المج ده فيه خمرة فشربت وأنا معرفش ده اسمه جهل إنما جهالة عارف إن فيه خمرة بس نفسي غلبتني في اللحظة دي ما نش مستحله ولا حد نعم في الخمرة حرام بس شهوتي غلبتني فخدت الكاس وشربته ده اسمها جهالة ياه أيوة أيوة زي أي حد فينا يشتهي شيئا فيفعل ده جهالة الجهالة هنا ربنا سبحانه وتعالى تعمد مش تجاهل تجاهل لا لا غلبت شهوة نفسي غلبتني أنا عادل لا غلط بس نفسي غلبتني طب هروح النهار بقى مدام نفسي غلبتني هقتل نفسي أنتحر لا هستغفر ربنا دايما فيه باب باب مفتوح باب التوبة مفتوح باب الوجوع مفتوح طبعا شوف الآية حتى تحكتين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت شاء الله بعد عشر سنين شاء الله بعد عشر سنين بس لسه مؤمن في الحياة بس هم مش عارف معاده أحسنتي يبقى يسارع الله يكرمك تيجي بقى فالتقوة الله ما استطعته لهذا الشخص الذي غلبته نفسه فيقول لأسلانا ومولانا ما بقتش كده نافع لا ياسرين أنت نافع وكل حاجة والتقوة الله على قد ما تقدر ما تسيبش التقوة مش معنى أن أنا مش قادر أصل السنن مع الفرائد أسيب الفرائد لا الأصل إن أصل الفرائد وأصل السنن تب مش قادر على السنن أسيب الفريضة ما أسر سيب الفريضة عشان كده الرجل لما رحل سيدنا النبي وقال له أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة قال خمسا إلا أنت تطوح الخمس فرود حتى الفجر أصلي ركع تمشي أصلي مع السنن ظهر أصلي أربع ركعتنا في السنن هو قال كده الرجل قال والله يا رسول الله لا أزع لهذا ولا أطوح قال له طيب ماذا فضل له من الصيام قال له رمضان إلا أنت تطوح قال لا أزيده على هذا ولا أنقص قال له أفلح إن صدق وفي الواية دخل الجنة إن صدق بس المسلم دايما يبقى عنده جسر كده بينه وبين الحرام وده معنا كم تتاكل لها ما استطعتم ما تجيش على الحروك كزي ما بيقوله أنا ماشي على النيل على الشط وما في الصور فلا تقدر الله لو أزحلاء تهقع فيه في المية إنما لو أنا على بعد 2-3 متر أو فيه صور يوم ما الزحلاء هاركن على الصور طيب خلينا بقى نروح لحتة إنه في عوامل مساعدة للتقوى طبعا في صعوبة طبعا حفة الجنة بالمكارح طبعا وفي صعوبة فيه إن أنا أجي على نفسي وأوقف الخمرة لأ أصل ما بصش لأ أصل ماعمل فيها شوية إيه جهاد جهاد وفي حاجات بقى عوامل مساعدة ممكن تبقى سهلة على ناس مثلا ربنا كريمهم في الفلوس فنقوله العوامل المساعدة دي اللي يدفع بقى طلع صدقات ساعد نفسك فعايزين نتكلم على فكرة العوامل المساعدة غير الصدقات فيه إيه تاني يعني هل تعتقد يا فاندي إن العوامل المساعدة حتى لو ما فيه الصدقات فيه حاجات كتير قوي فالصحبة طيبة آه صحيح في الاستغفار والمدوم على الذكر في الدموم على الطهارة فيه إحنا عندنا التقوى عشان نوصل لها فيه عندنا خمس خطوات أيه نقولهم بقى أول واحدة إن أنا أصحى الصبح أعاهد ربي إنه مش أعمل غلط ومش أأثر في طاعة الأمر يمحتاج مني مراقبة العزم على أقل يعود آه إنه مش أعمل النهاردة أنا معاهد ربي أنا أنا كأنه قلت يا رب أنت صحتني أيقصطيني الحمد لله كأنه كنت في الليل في القمر وبقول رب رجعوه بس إحنا ساعة نعمل كده ونقع ونطلع ومعاون هتيجي بقى هنا بقى بنقول المعاهدة إن عاهد ربي إنه مش أعمل حاجة غلط النهاردة أنت بعتني الحياة مرة تانية ربنا أكرمني بهذا لك الحمد يا رب بقول الحمد لك حان بعد ما أعتني وقال ليه النصور ففي اللحظة دي أعمل عهد بيدي من ربي كده إنه مش أعمل غلط إنه هذا مش أأثر الأمر يحتاج مني إلى مراقبة فهي دايما هرقي بنفسي إحنا فيه إنه في غلط لأ هيحتاج بعد مراقبة لمجاهدة صحيح في تأثير في واجب لأ يبقى عندي معاهدة مراقبة مجاهدة آخر الليل رو أعمل حاجة اسمها المحاسبة أيوة أشوف قبل ما أنام كده وأنا في السرير إنها أبدا قصرت في قيم الواجبات عملت قيم المحزورات إذا لقيت الدنيا بخير حمدت ربي أيوة طب لقيت الدنيا مش حلوة أعاتب نفسي ليه تعمل كده لقيت الموضوع ماشي المنحنة نازل ومش نافعة ودائما المؤثر يبقى حاجة اسمها معاقبة المعاقبة هنا معناها إيه أدبع السيئة الحسنة تتمحوها أحد الصالحين عهد نفسه على إنه اليوم اللي مش يصلي في الفجر حاضر هيبقى صايم فيه وانتعرف الصيام التطوع ينفع في النية بعد الفجر ما فيش مسكينة اللي عند الدور فكان الشيطان يجيه ليوقظه ليه؟ لأن الواحد فينا ما بيستعد للصالة وبقناه ويقوم يصلي حتى لو ما صحيش بيصلي أول ما يصحى يكتب له الفجر كأنه صلى حاضر مدام عمل اللي عليه نمتي بادر شوية زبطت منبه عملت حساب إن أصحى نيت فعلا صادقة إن أنا أصحى فالشيطان قال الله يعني هو بيصلي بعد ما يصحى يكتب له أجر الصالة حاضرة وكمان صايم يبقى كده ضعف الأجر أنا أحسن حاجة صحية فكان الشيطان يأتي ليوقظه حتى لا يفعل فإحنا لو التزمنا بهذه المبادئ الخامسة أو الخطوات الخامسة نبقى عندي معاهدة كده صباحية وعندي مراقبة لحظية ومعندي مجهدة زي ما قلت حانك تفضلتي خمرة بأحبها ومتاحة قدامك بس مش أعملها وبعدين تبقى عندي محاسبة وبعدين عندي معاقبة أو معاتبة أعتقد بكده هنوصل للتقوى إن شاء الله لما الصحابة الكرام سمعوا أو راحوا لسيدنا النبي واشتقولوا بأن الأغنية سبقونا بالصدقات ثم إحنا نعمل إيه قال لهم الذكر الذكر تسبيح 33 مرة بعد الصلاة التحميل 33 مرة التكبير 33 ده أفضل من الصدقة هل تعلمي سيدتي لو أن إنسانا ليس معه مال فقال سبحان الله مئة مرة أفضل من تصدق بمئة جنيه في الحديث الصحيح هذا ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاك الورق والفضة الدهب والفضة قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل الذكر بيعمل حوالي حسن حصين يبعد عن الشيطان أستطيع مع الذكر أن أتكي المعاصي فأتكوا الله ما استطعتم أنا عايز أسأل حضرتك على معنى وخلونا ننزل المشاهد بتاعة يعني وإحنا بنتكلم القبار وكده تنزل وإحنا بنتكلم لأن أنا بس هسأل في حاجة تانية فكرة الزهد في ناس فاكرة الزهد ده الزهد في الملبس وكده وأنا اكتشفت معنى آخر أو حضراتكم علمتونا معنى آخر وهو إن الزهد إن الدنيا تبقى في إيدك مش في قلبك بمعنى إيه؟ بمعنى إنه ما تستكبرش قوي مثلا الفلوس اللي تطلعها لله يعني يعني ما تتعبكش قوي وما تفكرش فيها مليون مرة هل ده نوع من أنواع الزهد يعني لما يقول لك مثلا إحنا عايزين نطلع وحاك قلت الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة بتعين طبعا على فكرة التصدق دي والإطعام وكل أنواع الخير الصحبة الصالحة بتعمل ففكرة إنه أنا ما عودش وجعاني قوي الفلوس اللي أنا مطلعها لله وجعاني قوي يعني ما عودش أفكر فيها هل ده نوع من أنواع الزهد؟ فكرة إنه أنا أفكر في الفلوس أطلعها وما طلعهاش ويبقى عندي جاذب قوي إنه ما طلعش ده من الزهد علامة الزهد يا سيدتي إنه إيه؟ إنه يستوي عندي التراب بالدهب الله وإنه إن أنا أطلعها فتصبيكني إلى هناك ويبقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ده الترجمة الحكاية للزهد أيوة حتى لو بين عليك نعم ربنا وراكب عربية حلوة وكذا ليس الزاهد ما ليس عنده ده اسمه فقير أنا هزهد فيه ما مش عندي أصلا هو أنا تجي النهارة تقولي إيه وإنت ما بتركبش ليه عربية مش عارف ماركت كذا وكذا وكذا أقولك أنا زاهد لأ الحقيقة أنا معندش فلوسة فيبقى الكلام واضح كوني بقى عندي فلوسة ما جبهاش وعند فائض وما جبهاش ومش بخل ولا عاجة إنما رضا بالدنيا ماشية وخلاص ده اسمه الزهد إنه يبقى عندي إمكانية إن أنا أععد في أصر وقاعد في شقة محترمة ولا فيلا سيارة محترمة وخلاص ده اسمه الزهد إنما لما تقول أنت مش قاعد في فيلا ليه دكتور سالي أقولك أنا زاهد الحانة ما أقدرش أجيبها لا طب إفرد أنت تقدر تجيبها وجبتها متشكلين هل ممكن؟ ده إظهار نعمة أثر النعمة على العامة يعني فكرة إنه أحياناً الناس بتنتقد الباق بتنتقدهم على إنه هم عايشين في أماكن كبيرة وغالية وكده في حين إنه هو قد الفيلا دي بيطلع قدام بس مش باين فالناس شايفة ده مش زاهد ومش من الزهد وده عمل لنا فيها متدق يعني يأصد كده لا ليس هذا الزهد مش إن أنا بقادر أقعد في كنبوند محترم وروح عاد في بيئة شعبية مع تقدير لهم كلهم فوق الدماغي وكان يكون عندنا أفضل عند الله سبحانه وتعالى لا الزهد هو أن هذا القصر المنيف لا يمنعني من إننا أقعد واخدني من ربنا ولا واخدني من الناس ولا متعالع على الناس ولا متكبر على الناس يا سيدتي لما النبي تكلم عن الكبر وإنه لا يدخل جنة من كان في قلبه مثل ذرة من كبر فرجل من الصحابة انتبه كده وقال له يا سيدنا النبي الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة يعني حاجة غالية محترمة كويسة يبقى أن أثر قال ليس ذلك إن الله جميل يحب الجمال الكبري بطر الحق وغمط الناس فلما يبقى الإنسان قدام الزهد إيه الطمعة والاغترار بالدنيا وحب الدنيا حب الدنيا معناها زي ما الإمام أحنا من الحمد لكده قال الزاهد يستوي عنده الألف والواحد مش فارق معايا أنا عندي واحد مكفيني عندي ألف زيادة في النهاية واحد ولما يبقى قدامي باب للتصدق مايفرقش عندي إني طلعت ولا أبكيته في بيتي بالعكس فلو طلعت يبقى أحسن صحيح لو طلعته لأن عندي يقين بأنه ما عندكم ينفد وإن إخراجه ده هو ده مكابلة النفس ومجاهدة النفس ساعتها فعلا يبقى الإنسان زاهد يستوي عندنا وعند ده ولما النبي يقول لي حارثة كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت بالله مؤمنا حقا قال ما حقيقة إيمانك فقال أصبحت وكأني أنظر إلى الجنة وأهلها فيها يتناعمون وإلى النار وأهلها فيها يتعذبون وأصبح عندي يستوي في الدنيا التبر مع الطراب يذهب مع الطراب اللي اتنين بيستويان قال عرفت فقال زم هي دي التقوى الحقيقة هي دي التقوى وبالتالي الإنسان لن يأتي معصية عن عمد وقع في معصية بشريته هيرجع بسرعة يتوب طب ليه أباب خير مش هيستنى بير هيساهم بسرعة ويعمل ومش هيستنى محد تان يعمله هو اللي هيسارع أن يعمله وده معنى قوله سبحانه وتعالى لما جمع بين التقوى والإنفاق دايما الجمع بين التقوى والإنفاق فأول صورة البقرة هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالجمع بين الاتنين مطلوب جدا فكون الإنسان يتصدق معناها دلالة على التقوى كون الإنسان يبخل لا وعشان كده قال في الآله معنا ومن يوقع شوحة نفسه فأولئك هم المفلحون البخير بس تقيا التقية معطي ومش بالدورة يعطي مال كتير لكنه يعطي يعرف عنه العطاء ولما ربنا تتكلم عن المتقين في صورة الزاريات قال في صفاتهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لما تتكلم عن المؤمن العادي في المعارج الحق المعلوم لأن المؤمن العادي بيشوف ولا أنا عندي مئة ألف يبقى دي ألفين ونص حدش يطلب مننا حاجة تاني طب ده أنا ما عنديش المئة ألف ده 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 لب اللي عندي خمسين ألف ما برغوش النصاب محدش يقول لي نصدق أنا ما عنديش المتقى مش كده المتقى شأنه شأن الصحابة ما كانش يبقى عنده بيته غير كوت يومه ويستكتروا على نفسه وإلي هطلع منه حاجة ربنا ما أنه هو كوت يومه على قد كوت يومه وده معنى كلمة حق للسائل والمحروم فيرون في أموالهم حق للسائل والمحروم ولو لم يكن عندهم إلا رغيف خمس وده اللي عملوا الصحابة وده اللي نزل في الكرآن الكريم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وميوكة شحة نفسه فهلعكة المفلعون فالتقوة كلمة العطاء كلمة الإنفاق كلمة المحافظة على الفرائض نعم إحنا لازم ننوه إنه في مبادرة حفر عشر تلاف بير وكمان في المحطات التحلية محطات التحلية دي هي اللي يعني في المناطق اللي المية فيها مش نظيفة ما فيهاش نسب المعادل مزبوطة بتتعب الكبت تتعب الكلا فالناس تعملها بقب النية دي إن إحنا يعني يعني إحنا بنحب الأخينا كمان وحب لنفسنا مرضاش على ولادي إن هم يشربوا مية مش نظيفة فأنا الناس أو الأطفال اللي هناك دول كأنه هم زي ولادي وبدفع في الحاجة اللي أنا أشربها اللي أنا أرضاها لنفسي وعلى ولادي في المناسبة دي فندم البعض جايز يقولك أنه نعمل البر بإسمي أنا الواح دي أحسن لي الحقيقة لو إحنا في مكان محتاج محط التحلية وهيكلف عشر أضعاف على الأقل أو أكتر يبقى أحسن من البير يبقى حتى لو أنا مش قادر أحط سهمة في المحطة صحيح ده مش هيئل لأجري أبدا أيوه مش هيئل لأجري عن البير صحيح القضية مش إن أنا أعمل البير لوحدي ممكن أو قوي اللي كنت أسهم بيه في البير عشر خمستاشر عشرين ألف أحطهم في المحطة كساهم والدرهم سبق ألف درهم الله يفتعليك ويبقى حاجة الناس في المكان هي اللي تحكمنا الناس هنا محتاجين المحطة وأنا مش قادرت النعم البير خدوا يا أخوانا واعملوا لي بدل البير سهم في هذه المحطة طيب وإحنا في مرحلة إننا يعني بنستعد الأيام المباركة بنطلع كراتين غذائية للمحتاجين وأعتقد دي داخل بقى فيها كمية يعني نواية إدخال السرور نهيبت للناس بتزرغت هي إنها بيجي لها حاجات حلوة هدايا جميلة الإطعام برضو داخل فيها فكرة الإطعام إطعام الطعام ممكن حد يبقى عنده كفارة يدفع صحيح كفارة بقى طلاق كفارة حلفان يمين وفي دي الصيام في الستات اللي ممكن بتردع أو كده ومش قادرة تصوم تقدر تطلع صحيح يعني أعتقد إن هي تقدر تتعمل بأكتر وبتسهل على الناس إن أنا مش عارفة لأي حد أأكله لأنا سكنة في كومباوند نهيبت نحتسب باب الجنة بقى لا يتفتح لما النهو السلام يقول لنا كده والأشو السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا الجنة بسلام شيء جميل جدا إن حضرتك يعني تقدم للناس صدقيني الطعام أفضل من المال الناس فهمة إنه المال بي بس العيال لما يروح لهم بطعام كده بقى فرحان أهل البيت لا لو ممكن حد يبقى مش أمين على بيته وياخد الفلوس يصرفها في حاجات في سجاير في دخان في حشيش في حاجات مش حلوة ده صحيح فأنا تمنى الإخلاص يا رب بشكر حضرتك شكرا جزيلا فأنا فضلت الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق شكرا جزيلا أشكركم على حسن المتابعة أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا